اطلعت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية على النتائج الأولية لدراسة أصناف بذور القمح ومدى تحملها لملوحة المياه والتربة والأجواء المناخية في الدولة التي قام بها المركز الدولي للزراعة الملحية إكبا وذلك في إطار التعاون العلمي والبحث بين الجانبين جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور خليفة مصبح الطريجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية مع الفريق العلمي للمركز الدولي للزراعة الملحية برئاسة الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام للمركز وهدفت الدراسة إلى تقييم أثر مياه الري مرتفعة الملوحة في نمو إنتاجية المحاصيل وذلك لوضع التوصيات المناسبة بشأن مستويات ملوحة مياه الري وفقا للصنف المستخدم وكشفت النتائج الأولية أن الأنواع التي قامت الدائرة بزراعتها تعد من الأنواع التي تتحمل التغيرات المناخية وتتناسب مع أجواء الدولة ونوعية المياه